اخبار اي تي في باختصار مرحبا بكم بعث سمو امير بلاد الشيخ نوافل احمد ببرقيات تهاني لعضاء المجلس البلدي عبر فيها سموه عن خالص تهاني بالثقة التي اولاها اياهم المواطنون الكرام بانتخابهم لعضوية المجلس البلدي سائلا المولى تعالى ان يوفق الجميع لخدمة الوطن العزيز والاسهام في رقيه وتطوره ورفعة رايته هذا واشد سمو نائب الامير ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد بما اتسم به المواطنون الكرام من روح المسئولية من خلال ما ابدوه من التزام وتعاون مع المنظمين خلال انتخابات المجلس البلدي التي جرت امس بصورة جسدت ما يتحلون به من حس وطني رفيع متمنيا للجميع دوام التوفيق في خدمة الوطن العزيز ورفعة شانه اكد عضو مجلس الامة النائب الدكتور حسن جوهر ان واقع الانسان سيتغير كما ان الجيوش ستصبح افتراضية والاقتصادات ستتبدل ومتطلبات العصر للمهن ستختلف جاء ذلك خلال ندوة بعنوان العالم بعد جائحة كورونا والعالم الافتراضي الجديد وتأثيرات التطور التكنولوجي على المتغيرات السياسية التي عقدت في جامعات الكويت واقع الانسان سيتغير يعني تصوروا ليس فقط الجيوش ستتغير ستكون جيوش افتراضية او جيوش الكتورونية ليس فقط الاقتصاديات العالمية ستتبدل الى تكنولوجيا ومنافسة تكنولوجية وغيرها الانسان رح يتغير واعطيكم بعض الامثل يعني متوقعين خلال 20 إلى 30 سنة ما في شيء اسمه طبيب اليوم تحدثنا عن ندوة مهمة هي نتاج ورقة علمية مشتركة ما بيني وبين الدكتور حسن جوهر تتناول تأثير التكنولوجيا على السياسة والنظام العالمي الافتراضي الجديد تحدثنا عن مشاهدات والتغيرات التي ستتم في العالم بناء على التطور التكنولوجي الهائل الذي رمى بظلاله على المتغيرات السياسية سواء كانت على مستوى الافراد سواء كانت على مستوى الدول والجماعات سواء كانت على مستوى العالم وفي مجلس الامة اكد رئيس اللجنة التعليمية البرلمانية الدكتور حمد المطر انه يجب عدم تخفيض ميزانية التعليم حتى لو لزم الامر تخفيض ميزانيات الاسلحة والدفاع واعرب المطر عن تمنياته ان يأتي سبتمبر المقبل ويكون هناك اشادة باداء اي وزير تربية قادم او سيتم مستجوابه خصوصا وان هناك فاقدا تعليميا للطلب يصل الى ثلاث سنوات بسبب كورونا بالنسبة الميزانيات اهم طلبوا ميزانية 180 مليون دينار كوتي اتمنى ان تتم الموافقة عليها لان اذا تمت الموافقة على 180 مليون دينار اتحدث عن استعار تقريبا 5800 طالب وطالبة انا نصيحة الحكومة في موضوع الميزانية لا يجوز لا يجوز ان يتم تخفيض ميزانيات تتعلق بالتعليم سواء التعليم او التعليم العالي طالبت حملة كان بتبني المعلومات التي اصدرتها الوكالة الدولية لبحوث السرطان حول مخاطر تلوثات البيئة وعلاقتها بسرطان الرئى دعية لوضع خطة متقدمة جديدة لعملية تسجير البلاد والذي من شأنه ان يساهم في تنقية الجو حيث تعمل الاشجار كمرشحات لتنقية الهواء من الشوائب والمواد العالقة كالغبار والدخل اعلن مساعد الوزير الخارجية لشون التنمية والتعاون الدولي الوزير المفور حمد المشعان ان الكويت تستعد لاستضافة اجتماع دولي لمكافحة الارهاب في الرابع والعشرين من مايو الجاري بشأن مجموعة المقاتلين الارهابيين الاجانب والمنبثقة من مجاميع التحالف الدولي ضد الداعش الارهابي تتأثر البلاد بعد ظهر غد الاثنين بحالة غبارية وتقص غير مستقر ومغبر تبدأ من جهة الغرب وتتقدم تدريجيا نحو المناطق الداخلية مع انخفاض الرؤية الافقية على اغلب المناطق لأقل من الف متر وقد تنعدم احيانا في بعض المناطق قالت منظمة الصحة العالمية انها تتوقع رصد المزيد من حالات الاصابة بجدر القردة في الوقت الذي توسع فيه نطاق المراقبة في البلدان التي لا يوجد فيها المرض عادة واضافت انه حتى يوم امس تم الابلاغ عن اثنتين وتسعين حالة مؤكدة وثمان وعشرين حالة اشتباه للاصابة بجدر القردة في اثنتين عشرة دولة لا يتوقن فيها الفيروس انسحبت اللاعب الكويتية خلود لمطير من بطورة تايلند الدولية في فئة سلاح المبارزة لرفضها مواجهة لاعبة من الكيان الصهيونية وتعتبر خلود لمطير من ابرز لاعبات المنتخب الكويتي الرياضي للمعاقين في العاب القوى وقد مثلت الكويت في الكثير من المحافل الدولية نهاية باختصار الى اللقاء